أحمد يعني منذ قليل كنت تتحدث معنا حول دخول طائرات حربية إسرائيلية المجال الجوي اللبناني وتزامن ذلك مع استهداف على الهواء رأيناه في مشاهد حية للضاحية الجنوبية هل وردت أي أنباء حول هذه التطورات حتى الآن؟ نعم بالفعل كان هناك استهداف في منطقة الشويفات بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت علما بأن هذه المنطقة سبق وانقام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها عدة مرات على مدار الأيام القليلة الماضية المعلومات الأولية تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بناية في منطقة الشويفات ولا معلومات حتى الآن حول حجم الخسائر في الأرواح أو الخسائر البشرية جراء هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة على الشويفات الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت قبل دقائق معدودة دخل الطيران الحربي الإسرائيلي مجددا أجواء الجنوب اللبناني والمعلومات الأولية تفيد أيضا أن هناك سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة زوتر الغربية في الجنوب اللبناني بالإضافة إلى سلسلة من الغارات ربما ثلاث غارات على الأقل على بلدة مركبة وذلك توازيا مع القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر على عدة بلدات في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني هذا القطاع الذي شهد فجر اليوم محاولة تسلل بري من قبل قوة إسرائيلية القصف المدفعي استهدف في هذه الأثناء بلدات بليدة بلدات أيضا سهل مرجعيون القيام الوزاني بالإضافة أيضا إلى بلدة العديسة التي حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي التسلل منها برا فجر اليوم وقبل أن تخبط هذه المحاولة عناصر من قبل حزب الله حيث أوقع عدد من أفراد هذه القوة التي حاولت التسلل بين قتيل وجريح وربما هذه المحاولة هي الأبرز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي للتسلل برا من الجهة المقابلة للقطاع الشرقي للجنوب اللبناني حزب الله واصل تنفيذ عملياته أيضا خلال الدقائق القليلة الماضية وتم الإعلان عن عمليتين جديدتين نفذهما حزب الله تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية وتحديدا تجاه مستعمرة أفيفيم تم استهدافها وتحديدا استهداف قوة لجيش الاحتلال في هذه المستعمرة التي على ما يبدو أن هذه المستعمرة أفيفيم أيضا المتخمة للحدود الجنوبية اللبنانية تحولت إلى منطقة عسكرية مغلقة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله استهدف المستعمرة أو قوة عسكرية في المستعمرة بالإضافة أيضا إلى استهداف سكنة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية في استمرار للعمليات التي ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني والتي بلغت حتى الآن ثماني عمليات من الجنوب اللبناني هذه العمليات استهدفت موقع أو مستعمرة مسكاف عام مسكاف عام هذه المستعمرة التي تقع في الجهة المقابلة للعديسة العديسة هي في القطاع الشرقي الذي نتواجد فيه الآن وهذه العديسة التي شهدت محاولة التسلل وأيضا مستعمرة مسكاف عام على ما يبدو أن محاولة التسلل تمت من هذه المستعمرة في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب أشكرك جزيلا الشكر على ما فتنا به من معلومات حول الطورات الأوضاع في الجنوب اللبناني والضحية الجنوبية أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإقبارية شكرا لك